وضع حجر الأساس اليوم لمركب بلارة للحديد والصلب بجيجل يكون العرب وعلى رأسهم القطريون قد بصموا عودتهم إلى الاستثمار في الجزائر خاصة في القطاع الصناعي تاريخ الاستثمارات العربية في الجزائر عرف تعثرات كثيرة ولا أدل على ذلك مشروع المجمع الإماراتي إعمار الذي كان قد أعلن سنة 2006 نيته في استثمار مشاريع في الجزائر بقيمة 20 مليار دولار إلا أن المجمع منذ أن وطئت قدمه أرض الجزائر لم تسكت الأفواه ولم تجف الأقلام عن الحديث عن عراقل إدارية ومشاكل تحول دون تجسيد مشاريعه على أرض الواقع مشروع بلارة الذي سيعطي كلا من الوزير الأول عبد الملك سلال ونظيره القطري عبد الله بن ناصر خليفة الثاني الضوء الأخضر لانطلاق إنجازه عرف هو الآخر العديد من التعثرات حيث تمت برمجته عام 82 من القرن الماضي بتمويل كويتي عربي إلا أنه بقي حبرا على ورق ليتم بعد ذلك إلغاؤه بالكامل الاستثمارات العربية الصناعية في الجزائر لم تعرف النجاح الذي عرفته استثمارات غربية كثيرة وخاصة منها الفرنسية والسبب يقول المتتبعون تغول اللوبي الفرنكوثوني في عمق الإدارة الجزائرية فهذا سيكون مركب بالدارة للحديد والصلب بداية المصالحة مع المال العربي لقاءات أخرى لما نطور هذا المشاريع ترجمة نانسي قنقر